النسيج العصبي هل تسألت يوماً ما الذي يجعلك تبعد يدك بسرعة عند لمسك لإناء ساخن ودون أي تفكير؟ إنه النسيج العصبي أحد أنواع الأنسيجة الحيوانية والذي يعتبر مركزاً أساسياً لأعضاء الحس المختلفة والتفكير فهو المسؤول عن تسلم المنبهات والمؤثرات من الواسط المحيط ليتم نقلها إلى الخلايا العصبية الموجودة في النخاع الشوكي والمخ ومن ثم الرد أو الاستجابة المناسبة لهذا المؤثر تركيب النسيج العصبي تعتبر الخلية العصبية هي الوحدة الأساسية لهذا النسيج ويمكن توضيح مكوناتها الثلاثة بالتفصيل على النحو التالي أولاً جسم الخلية والذي يحوي السيتوبلازم وبداخله مجموعة من العضيات الحية كالميتو كوندريا والشبكة الإندوبلازمية وجهاز جولجي وتوسطهم النواة ثانياً الزوائد العصبية وهي عبارة عن بروزات سيتوبلازمية قصيرة ومتشعبة تعمل على توصيل السيالات العصبية إلى جسم الخلية ثالثاً المحور وهو ذلك الجزء الطويل الممتد من جسم الخلية والذي يقوم بنقل الإشارة إلى التفرعات الجانبية وقد تكون الخلية العصبية أحادية القطب كما في الخلايا الحسية أو ثنائية القطب كما في خلايا شبكة العين أو عديدة الأقطاب كما في الخلايا العصبية الحركية والآن كيف يتم نقل إشارة السيال العصبي بين الخلايا المختلفة؟ يتم ذلك عن طريق ارتباط فيسيولوجي يعرف بالتشابك العصبي ساينابسيز والذي يسمح بمرور إشارة السيال العصبي من التفرعات النهائية لخلية عصبية إلى التفرعات الشجيرية للخلية التالية لها فعند وصول إشارة السيال العصبي إلى منطقة التشابك تندفع النواقل العصبية من الحويصلات المخزنة فيها مروراً بمنطقة التشابك وفي اتجاه بداية الخلية العصبية التالية لها حيث يوجد العديد من المستقبلات على سطحها والتي ترتبط بما يتناسب معها من النواقل وهكذا في الخلية العصبية التي تليها حتى تصل إشارة السيال العصبي إلى مكانه المقصود لتفعيل المؤثر والرد عليه ترجمة نانسي قنقر